أعلم بحضراتكم مرة تانية النهاردة الذكرى الواحد وستين على أول بث للتلفزيون المصري من هذا المبنى العريق ماس بيرو صاحب المسيرة الإعلامية المهمة وصاحب الريادة في منطقة الشرق الأوسط وإحنا بنتكلم على ماس بيرو والتلفزيون المصري ما ينفعش أبداً ما يكونش معانا دكتور جمال الشاعر خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع نتكلم معه في حاجات كتير جداً محتاجين نعرفها منه نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتك على طول 61 عاماً على صرح إعلامي عملاق صاحب ريادة إعلامية بالوطن العربي التلفزيون المصري أحد أقدم التلفزيونات في الشرق الأوسط 20 يوليو عام 1960 كانت مصر على موعد مع بدء البث الأول لإرسال التلفزيون ضمن إنجازات ثورة الثالث والعشرين من يوليو انطلق البث ليغطي مدينة القاهرة ومحيطها لمسافة 100 كيلو متر في جميع الاتجاهات تاريخ عريق من الريادة الإعلامية المصرية وضع لبنتها الأساسية الأولى في خمسينيات القرن الماضي الدكتور محمد عبدالقادر حاتم وزير الإعلام ونائب رئيس الوزراء آنذاك بتأسيس أول وكالة للأنباء في مصر هي وكالة أنباء الشرق الأوسط وأول محطة تلفزيونية بإقامة مبنى مسبير المستدير في ستينيات القرن الماضي خرج هذا الهرم الكبير للنور ونجح البث التجريبي للبرامج وتقدم عدد كبير من الفنانين بطلبات للظهور على شاشة التلفزيون المصري انطلق البث التلفزيوني بظهور الزعيم جمال عبد الناصر وبدأ الإرسال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم إذاعة وقائح حفل افتتاح مجلس الأمة وخطاب الرئيس جمال عبد الناصر ونشيد وطني الأكبر في مثل هذه الساعة من نفس هذا المكان منذ ما يقرب من الثلاثين شهرا كان للشرف أن أقف هنا أمام مجلس الأمة المصري استهل التلفزيون إرساله بقناة واحدة وكان زمن الإرسال محددا بست ساعات فقط يوميا وقدم التلفزيون برامج شاملة من توعية وإرشاد للمزارعين وبرامج تعليمية في جميع المراحل وبرامج للأطفال وفوزير رمضان امتدت مسيرة التلفزيون المصري عبر واحد وستين عاما لتزيد مع تاريخه إشارات البث والقنوات الإقليمية والفضائية ويصبح التلفزيون المصري الصرحة الإعلامية الأكثر عراقة في الشرق الأوسط